اذا كنت متوقفاً عن الحركة لفترة طويلة من الزمن بسبب إجرائك لعملية جراحية أو بسبب وجود حمل أو مرض أو أثناء السفر فإنك قد تكون عدة للإصابة بتخثر وريدي عميق حيث يتكون تخثر دموي في أحد الأوردة العميقة في الجسم عادة في الساق تقوم الأوردة بنقل الدم بمساعدة انقباضات العضلات أثناء سيرك أو تحركك بخلاف الشرايين التي تعتمد على القلب لدفع الدم من خلالها يوجد صمامة في الأوردة تحافظ على الدم من التدفق في اتجاه عكسي والتجمع في أطرافك تتباطأ الحركة الدموية الوريدية حينما تتوقف عن الحركة لفترة طويلة ونتيجة لذلك قد تتسبب عوامل التخثر الموجودة في الدم في تكتل الدم الذي يتحرك ببطء مكوناً تخثراً دموياً أو الجلطة يطلق على هذه الحالة اسم التخثر الدموي الوريدي تتضمن الأعراض الشائعة لتخثر الدموي الوريدي تورم الساق أو تورم أحد أوردات الساق الألم أو المضض في المكان تزايد سخونة الجلد وحمرار الجلد أو تغير لونه قد ينفصل تخثر دموي عن الوريد العميق في بعض حالات التخثر الدموي الوريدي ويصل إلى مجرى الدم ينتقل التخثر من الأوردة العميقة للساق ويمر عبر أوردة البطن ويصل إلى القلب ويستقر في نهاية الأمر في الشريان الرئوي أو أي من فروعه متسبباً في انسداد تدفق الدم الذي يصل إلى الرئتين تتصف هذه الحالة التي تعرف باسم الانصمام الرئوي بخطورتها الشديدة وقد تتسبب في التلاف الدائم لجزء من الرئة قد يتسبب الانصمام الرئوي أيضاً في حدوث الوفاة إذا كان التخثر كبيراً أو في حالة وجود عدة تخثرات فضلاً قم بإبلاغ طبيبك أو القائم بالتمريض فور شعورك بأعراض الانصمام الرئوي قد تتضمن الأعراض ديق التنفس ألماً شديداً مفاجئاً في الصدر الشعور بخفة الرأس أو الدوار تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها أو السعالة المصحوبة بخروج دم لتجنب حدوث التخثر الوريدي العميق والانصمام الرئوي قد يكون طبيبك بحاجة إلى فعل ما يلي التجول سيراً على الأقدام بشكل دوري لمنع الدام من التجمع في ساقيك ارتداء جوارب ضغطة وتناول أدوية مضادة للتخثر